هذه هي المشاهد في جنوب لبنان منذ أكثر من تسعة أشهر ولو كان عدد القتلى أقل بكثير في شمال إسرائيل لكن الصورة تتشابه هنا بعض الشيء خوف من حرب شاملة عبارة تكررت منذ اللحظة الأولى التي فتح فيها حزب الله جبهة الجنوب مع شمال إسرائيل مساندة لغزة بحسب قوله ومعظم اللبنانيين من مختلف البيئات يعلمون في أعماق داخلهم أنهم ضد هذه الحرب طبعا كله خايفان واللي بيقول لك مش خايفان وكل عب كثب على حاله حس أنه إذا بتكبر يعني بدوني كسر لبنان هذا هو الخوف حديثة مجد الشمس واتهام إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عنها بالرغم من نفي الحزب مسؤوليتها عن الهجوم ورد الإسرائيلية عبر استهداف فؤاد شكر في بيروت واسماعيل هنية في إيران جعل عبارة الحرب الشاملة المذكورة أقرب إلى الواقع خصوصا في انتظار الرد الإيراني الموعود وما يمكن أن يترتب عنه من رد على الرد في إسرائيل كانت استطلاعات الرأي في الشهر الأخير تشير إلى أن حوالي 62% من الإسرائيليين يؤيدون شن بلادهم حربا واسعة النطاق ضد حزب الله اليوم وبعد الضربة الأخيرة للضحية الجنوبية في بيروت انقسام في الأراء خصوصا لدى ذوي الأسرى في أيدي حماس عمليا وبغض النظر عما يتمنىه الشعب من الجهتين كان حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالانت مما سماه صيفا ساخنا مع حزب الله وهي الفترة الحالية تؤكد وقعية تحذيره في المقلب الآخر وزراء لبنان وحكومتهم لا يختلفون كثيرا عن عامة الشعب فهم أيضا يعبرون عن خوفهم وأمالهم هذا ما هو مسموح لهم فقط